موسيقى السلام عليكم متابعي المحترمين ارحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية في هذا الدرس سوف نتناول مفهوما مهما في اللغة الفرنسية ويتعلق الامر بالمذكر والمؤنث في الاسماء سوف نبدأ درسنا هذا بقراءة هذه الجمل الأربعة المعروضة على الشاشة سوف نخصص مدة قصيرة لقراءة هذه الجمل اذا وجدت عزيزي المتابع ان المدة المخصصة غير كافية فيمكنك ان توقف الفيديو الى ان تقرأها بشكل كامل والان ابدأ قراءة الجمل ترجمة نانسي قنقر جيد الآن عزيزي المتابع انتبه جيدا لطريقة قراءة هذه الجمل ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر Sarah est dans le salon, elle regarde un film Kamel est dans la chambre, il range le placard Kamel est dans la chambre, il range le placard Kamel est dans la chambre, il range le placard Sarah est dans la cuisine, elle prépare un repas Sarah est dans la cuisine طبعا عزيزي المتابع ننتبه لهذه الكلمة dans, dans, dans هذه الكلمة تعني في أو داخل إذن معنى هذه العبارة Sarah est dans la cuisine أي Sarah dاخle المطبخ أو Sarah في المطبخ بالنسبة للنطق لا شك أنك لاحظت عزيزي المتابع أن حرف S لا ننطقه في النهاية نقول dans, dans لا نسمع صوت الحرف S ننطق فقط الصوت الأنفي la voielle, nazale التي تتكون من A وأن dans, dans إذن حرف S في نهاية الكلمة لا ننطقه هذه قاعدة في قراءة الكلمات في اللغة الفرنسية إذا وجدنا حرف S في النهاية فإننا لا ننطقه بشكل عام Sarah est dans la cuisine Elle prépare un repas Elle نلاحظو جيدا هذه الكلمة Elle Elle بالنسبة للحرف الأول فهو حرف E لكننا ننطقناه E رغم عدم يوجود accent فوقه لماذا إذن نطقنا الحرف E هكذا E Elle 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 بكل بساطة لأن حرف E بعده حرفان من حروف conson حرفان من حروف conson والحرف هنا هو Elle Elle ستون conson Elle ستون conson نعلم أن حرف Elle من حروف conson إذن قاعدة بسيطة إذا وجدنا حرف E وبعده حرفان من حروف conson فإننا ننطق E هكذا A A وكأن هناك accent فوقها إذن نقرأ الكلمة L L L طبعا E الموجودة في آخر الكلمة لا تنطق مثلها مثل الحالات الأخرى عندما نجد E في آخر الكلمة إذن في هذه الكلمة لدينا E بعدها L ثم L أخرى ثم حرف E نقرأها هكذا L L هذا فيما يخص طريقة نطق الكلمة من ناحية المعنى L هذه الكلمة هي ضمير ضمير يعوض الإسم الضمير بشكل عام في اللغة الفرنسية الضمير دائما يعوض الإسم الإسم الذي يعوضه هذا الضمير هو طبعا سارة سارة إذن L تعني هي هي كلمة هي ضمير يعوض الإسم الذي هو سارة إذن L تعني هي تعد أو تحضر إذن هي تعد تعد ماذا نلاحظ جيدا هنا حرف S في النهاية لا ننطقه تماما كما رأينا بالنسبة لكلمة ضم إذن ننطق الكلمة هكذا غبا غبا كلمة غبا هي اسم يعني وجبة بالنسبة لهذه الحالة غبا إذا أردنا ترجمتها للعربية هل سنقول هي تعد وجبة أم هي تعد الوجبة طبعا نلاحظ أن قبل كلمة غبا هناك كلمة ورأينا في الدرس الماضي أن نستعملها إذا كان الاسم نكيرتا إذن سنقول وجبة وجبة وليس الوجبة نمر للجملة الثانية كامال اي سور لبالكن إل مانج une orange كامال اي سور لبالكن سور هذه الكلمة تعني على أو فوق كامال اي سور لبالكن لبالكن طبعا هذه الكلمة سبقة ورأيناها تعني الشورفة إذن الجملة هنا كامال اي سور لبالكن اي كامال على الشورفة كامال على الشورفة وليس داخل الشورفة سور لبالكن إيل إيل هذه الكلمة هي ضمير يعوض الاسم طبعا الاسم الذي يعوضه هنا الضمير هو كامال كامال إذن هذه الكلمة تعني هو هو رأينا في الجملة الأولى ال والتي تعني هي تعوض الاسم إذا كان مؤنث هنا لدينا إيل ضمير يعوض الاسم إذا كان مذكر إذن ترجمتها هو هو إيل مانج مانج يعني يأكل هو يأكل يأكل ماذا اون orange اون orange اون تعني بورتقال إذن اون 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 بورتقال تن الاسم هنا نكير يل مانج اون 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 سن نعمر ليل جملة الموالية سارة ادن لسالن اون رغارد اون حزن سارة ادن لسالن يعني سارة في ال بحو البهوي رأينا هذه الكلمة في الدروس الماضية وكلمة دون شرحناها قبل قليل إذن سارة ايضاً لسالون تعني سارة في البهوي Elle regarde Elle يعني هي سارة Elle regarde Regarde تشاهد هي تشاهد Regarde يعني تشاهد هي تشاهد ماذا؟ Un film طبعاً كلمة فيلم حتى في اللغة العربية نقول فيلم هذه كلمة معربة إذن Un film تشاهد فيلماً تشاهد فيلماً لأن الكلمة هنا نكرة Un film لم نقل Le film إذا وجدنا Le film فالمعنى الفيلم وليس فيلماً الجملة الموالية هو إل إلغانج إلغانج غانج تعني يرتب هو يرتب يرتب ماذا؟ Le placard نلاحظ جيداً أن الحرف الأخير في هذه الكلمة هو حرف D ولكن لا ننطقه إذن قاعدة جديدة أخرى عندما نجد الحرف D في آخر الكلمة فإننا لا ننطقه عند قراءة الكلمة نقول Le placard Le placard وكأن حرف D غير موجود إذن في هذه الجمل الأربعة لدينا مجموعة من الأسماء قمنا بتلوينها باللون الأحمر أو اللون الأزرق الأسماء التي لونناها باللون الأحمر كل اسم منها هو اسم مؤنث نلاحظ جيداً La cuisine Une orange La chambre كل اسم منها هو اسم مؤنث لأن نجد قبلها La أو Une La cuisine Une orange La chambre أما الأسماء التي لونناها باللون الأزرق فكل اسم منها هو اسم مذكر لأننا نستعمل قبله Un أو Le Un repas Le balcon Le salon Un film Le placard إذن نلخص كل ما قلناه في هذا الدرس هكذا Le nom Le nom نلاحظ جيداً كيف نقرأ هذه الكلمة التي تعني طبعاً الاسم Le nom تعني الاسم في آخر الكلمة لدينا حرف M لكننا لا ننطقه بل ننطقه فقط الصوت الأنفي La voyelle nasal Le nom Le nom Le nom نكرة Le و Un نستعملهما مع الاسم المذكر مثلاً Le placard Le placard الاسم هنا طبعاً هو placard وقد استعملنا معه Le لأنه اسم مذكر الاسم المذكر الاسم في هذه الحالة طبعاً هو اسم معرفة إذا كان نكرة فسنقول Un placard مثال آخر Un film الاسم هنا هو film واستعملنا معه Un لأنه اسم مذكر طبعاً في هذه الحالة فهو اسم نكرة نكرة إذا كان معرفة فسنقول Le film في الحالة الثانية نقول الاسم مؤنث النن فامنا إذا كان الاسم مؤنث فإننا نجد قبله بشكل عام La أو Un La أو Un طبعاً La في حالة المعرفة وUn في حالة النكرة مثلاً La chambre الاسم هنا طبعاً هو chambre وقد استعملنا معه La لأنه اسم مؤنث طبعاً في هذه الحالة الاسم معرفة إذا كان نكرة سنقول Une chambre مثال آخر Une maison الاسم هنا هو maison واستعملنا قبله Un لأنه مؤنث طبعاً Un تفيد أن الاسم هنا نكرة إذا أردنا أن يكون الاسم معرفة سنقول La maison في نهاية هذا الدرس سوف نقوم بإنجازي تمرين بسيط المطلوب في هذا التمرين هو الآتي Je classe les noms suivants نهاية الدرس سوف نقوم بإنجازي تمرين بإنجازي تمرين بسيط الاسماء التي ندينا هي في السطر الثاني Le bureau وتعني المكتب Le bureau أي المكتب بعدها مباشرة Un rideau Un rideau وتعني الستارة ستارة النافذة أو الستارة في المسرح إلى غير ذلك La chaise الكلمة الأخيرة La chaise La chaise تعني الكرسي إذن المطلوب أن نضع هذه الأسماء داخل الجدول حسب جنس الكلمة حسب جنس الإسم هل هو مذكر أو مؤنث إذن لدينا جدول يتكون من خانتين Mascula وتعني مذكر Femina وتعني مؤنث إذن عزيز المتابع حاول أن تنجز هذا التمرين سوف نصححه في بداية الدرس القادم هكذا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم إذا أعجبكم فندعوكم لمشاركته مع أصدقائكم الراغبين في تعلم اللغة الفرنسية من البداية ختاما نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم رحلة موفقة